صحة وسعادة بالخير والصحة والسعادة عليكم جميعا وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي برنامجكم صحة وسعادة يأتي بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي وإذاعة نور دبي من خلال مؤسسة دبي للإعلام هي نافذة نطل بها عليكم مستمعين الكرام نستقبل فيها أراءكم وملاحظاتكم ومداخلاتكم حول مختلف القضايا التي تهم القطاع الصحي في إمارة دبي حقيقة كما عودناكم في هذا الأسبوع سبوع الابتكار نحاول من خلال هذا الأسبوع أن نقدم لكم المعلومة المفيدة حول مختلف الابتكارات الموجودة في القطاع الصحي ومن خلال هيئة الصحة بدبي سؤال الحلقة اليوم متى اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قانون الضمان الصحي هل في نوفمبر عام 2012 أم نوفمبر عام 2013 أم نوفمبر عام 2014 نستقبل إجاباتكم على الاسمس 4006 وأيضا لمداخلاتكم عبر البرنامج من خلال الرقم 600551414 وبما أننا نتحدث عن أسبوع الابتكار فقد قامت هيئة الصحة بدبي بإنشاء القرية الصحية للابتكار المتواجدة على شاطئ جميرة وبالتحديد في شاطئ الكايت بيتش هناك تم عرض الكثير من المشاريع المبتكرة في هذا القطاع أيضا نتحدث اليوم عن موضوع جميل جدا وابتكار فريد من نوعه لطبيب مواطن يعمل بهيئة الصحة بدبي تمكن من ابتكار طريقة جديدة لإعادة تشكيل جدار البطن وتم تسجيلها في مجلة علمية أمريكية تحت اسم انشقاق البطن بخطوتين هذه الطريقة تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء المالي والاقتصادي على المريض وذويه والمؤسسات الصحية بشكل عام وأيضا تخفيف الألم على المريض وهو الهدف الرئيسي من وراء هذه الطريقة للتعرف على هذا الإنجاز الطبي يسرني أن أبدأ هذه الحلقة مع ضيفي في الستوديو الدكتور مروان أحمد الزرعوني استشاري ورئيس قسم التجميل بمستشفى راشد صباح الخير دكتور صباح النور دكتور يعني ابتكار فريد من نوعه خلنا نعرف المستمعين بداية عن فكرة هذا الابتكار الفكرة بسيطة في 2007 واجهتني حالات صعبة اللي يكون عندهم انشقاق في البطن والانشقاق هذا يكون لعلاقة بحواد السيارات سقوط من الأماكن المرتفعة استئصال خلايا سرطانية في النهاية يؤدي لتكون ضعف في جدار البطن وانشقاق كبير فيصعب على الجراح علاج المشكلة ونفس الوقت يأثر على المريض انه ما يقدر يرجع لحياته طبيعية ويمارس حياته بشكل طبيعي فيدل الفكرة انه ليش ما يعالج المريض بطريقة انه نقدر يمارس بطريقة طبيعية بأسرع وقت ممكن لان الطريقة اللي متعارف عليها حاليا موجودة في العالم لين يومنا هذا انهم يغطونها برقعة جلدية شيء مؤقت وبعد سنة يرجعون المريض مرة ثانية ويفتحون المكان ويعالجون المشكلة والفتاق او الانشقاق هذا يروح حنه ولكن انا حسيت ان الفترة الزمنية اللي هو السنة المريض ما يقدر يتحمل فيها ويبتعد عن ممارسة حياته ونفس الوقت من الناحية المادية ان السنة كاملة ما يقدر يشتغل لازم يعني يفكر بطريقة بألف طريقة وطريقة على اساس انه ما يأثر او ما تيدل الضربة على بطنه لانه جدار البطن يكون مفقود ففكرت شو اللي اقدر اسوي اللي اياه على اساس انه ارجع بناء طبقات البطن فمع مرور الوقت اكتشفت طريقة اني اقدر استخدم الغشاء اللي موجود في البطن نفسه مجرد اني اغير مكانه واغطي بطريقة اني يغطي الاحشاء من الخلايا السليمة اللي موجودة عند المريض بخطوتين في خلال اسبوعين وفي الاسبوع الثالث اشرف عليه عساس اني امورها تكون طيبة وبعدين يرجع يمارس حياة الطبيعية ممتاز دكتور هذا الابتكار يساهم في علاج انشقاقات البطن بشكل عام ام الانشقاقات الناجمة عن الحوادث والاصابات اي انشقاق موجود ادى الى فقدان الجدار اللي يحمي الاحشاء اللي هو جدار البطن ممكن يستخدم فيه هاي الطريقة لاعادة بناء الجدار طيب دكتور الفرق بين هذه الطريقة والطرق الاخرى شو المميزات في هذه الطريقة وشو الاشئة اللي ممكن تضيفها هذه الطريقة عن الطرق القديمة الطرق القديمة اللي موجودة وهي حديثة بعد نفس الوقت يستخدمونها لين يومنا هذا انهم يغطون برقعة جلدية مؤقتة على الاحشاء المكشوفة ويساعد على التآم الجرح وتهديئة المكان لمدة سنة وبعد سنة يرجعون المريض مرة ثانية يشلون الرقعة الجلدية هاي ويحاولون انهم يعيدون بناء الجدار باستخدام اخشية اصطناعية وبعدين يرجع المريض يمارس حياة الطبيعية لكن نحن نحاول انه نختصر الفترة الزمنية هاي بدل ما يكون سنة نخلص خلال اسبوعين ونفس الوقت يوفر علينا الفلوس يوفر علينا الفلوس انه ما نعيد العملية مرة ثانية ما نستخدم خلايا اصطناعية ونفس الوقت يوفر على المريض ان المريض يقدر يمارس حياة الطبيعية ويرجع للشغلة على طول عقب ثلاثة سابيع من العملية ولكن بالطريقة الموجودة قديما وحديثا في بعض الدول ان المريض ما يقدر يمارس حياة الطبيعية الا بعد سنة فهذا يأثر على مدخولة منتج دكتور انا يعني اتطرخ لبعض المواضيع الفنية في هذه العملية لكن يمكن خلنا قبل ذلك اتحدث عن هذه الطريقة يا ترى هل هي تحتاج الى كوادر طبية يعني كبيرة على اساس يساونا هذه العملية العملية هاي انا سويها بروحي فمن محتاج كوادر طبية ولكن هي لها فكرة فلازم الشخص اللي حاب ان يمارس العملية هاي لازم يدرب تحت اشرافي فترة كم من شهر على اساس اقدر انقل الافكار هاي والخطوات بدون ممارسة الخطوات هاي بالطريقة اللي انا اكتشفتها ما يقدر يجريها طيب دكتورة قلت ان العملية تاخذ من سبوعين الى ثلاثة سابع ويرجع المريض يمارس حياته بشكل طبيعي لكن الوقت لاجراء هذه العملية كم تستغرقها هي العملية اول شي يبغي لها في اول اسبوع تحضير المكان والتحضير له خطوات معينة فهالخطوات اللي انا اضفت لها اياه فالتحضير ياخذ له مو باكثر عن ساعة ساعة ونصف وبعدين عقب العملية هاي باسبوع مجرد تغيير غيار الاسبوع الثاني اشيل الغيار اللي انا حطيت له اياه على اساس تحضير الجرح وبعدين اقوم باستئصال الخلايا الموجودة في البطن لاستخدامه كغشاء واقي لترميم الجدار المفقود وهاي الخطوة هاي ما تطول اكثر من ساعتين وبعد العملية نكونوا مخلصين اللي هي المريض يكونوا مكمل اسبوعين والاسبوع الثالث اسبوع النقاها نسبة نجاح هذه العمليات دكتور النسبة اقدر اقولك تقريبا في حدود الخمسة وثمانين لتسعين من امية لكن للأسف ما قدرت اوصل للامية من امية لانه في واحد حالات اللي توصل لي حالات تكون صعبة ومرضة من العناية المركزة فحالات تكون صعبة وخطيرة والناس يكونون بين الحياة والموت هذا يقوديني السؤال عن الشروط المعينة اللي تتعلق بالمريض اللي يجرى مثل هذا النوع من العمليات شو هي الشروط؟ شرط واحد بس ان من بداية الحادث بطنه منطر شرط واحد بس هو اكيد لازم بطنه يكون منطر عشان انا اوصل لهياه ولكن يفضل اول ما المريض يوصل انا اللي اشرف عليه عساس اني اضيف الخطوات اللي المفروض الواحد يضيف لهياه واحضرها للعملية الثانية اللي هي العملية النهائية ولكن اذا جراح ثاني ادخل في الموضوع على اساس انه حاول انه يعالج المشكلة لكن بطريقة خاطئة هذا يصعب علي العملية في الاسبوع الثاني فافضل مثل ما ذكرت انه من البداية الحادث من بداية المشكلة يحاولون علي المريض فاقدر اعالجه وحضره بالطريقة السليمة ذكرت دكتور ان الاختراع هذا او الابتكار هذا وفر يعني مدخول مالي على المريض وعلى الهيئة دعنا نتكلم عن تكلفة مثل هذه العمليات كم تكلفتها تقريبا؟ العملية اذا اجريها بالطريقة الصحيحة تكلف ليس باكثر عن تقريبا في حدود العشر تلاف درهم ولكن اذا سوينا بالطريقة التقليدية التكلفة بتكون اكثر لان فترة وجود المريض في المستشفى فترة اطول كبداية وبعدين بعد سنة يوم بترجع المريض مرة ثانية عشان تجري للعملية الثانية العملية الثانية بعد سنة اكبر واكبر من العملية الاولى فتكلف بعد اكثر واكثر وبعدين عندك انت التكلفة على المريض نعم فنحن وفرنا ان بدل ما نجري العملية مرتين وعمليات كبيرة ان سوي عملية اصغر بمرة واحدة ونفس الوقت وفرت على المريض انه مو محتاج فترة مكوثة في المستشفى ونفس الوقت خلال السنة يقدر يمارس حياته ويشتغل ويدخل على عمره ونفس الوقت المرة الثانية بعد السنة مو محتاج يدخل مرة ثانية ويأثر على مدخوله طيب دكتور عادة يعني اذا صارت بالشكل السليم كم الفترة اللي قاعد فيها المريض في المستشفى تقريبا بين اسبوعين لثلاثة اسبوعين انا محتاج بأساس اني اخلص من الحالة نفسه واسبوع تقريبا زايد قاصر احتاج اني اراقب بالحالة لان احيانا يصير نوع من الالتهابات احيانا يصير نوع من الاحتقان دور مدار اليرح فاحتاج اني اعطيه مضاد حيوي وغير للغيار لما يشفى التام طيب هذه العمليات يعني تقومون فيها في مستشفى راشد نعم في مستشفى راشد طيب دكتور هل قمت بتدريب اطباء على مستوى العالم او حتى من خلال مستشفى راشد على هذه الطريقة في مستشفى راشد عندي عدة دكاترا انا قاعد ادرب على هالموضوع لكن عالميا لينا حين ما وصلت ليش لان البحث اللي قدمت ليه كبداية لازم البحث هذا يقدم وهذا شيء انا سويته في شهر 5 2013 وحين اضفت اضافات للخطوة هاي البحث ثاني وان شاء الله بقدم عن جريب ولكن الخطوة الثالثة والاخيرة لازم اقدمه في المؤتمرات العالمية ففي المؤتمرات هناك يبدون الناس يتعرفون على العملية هاي ويبدون يسألون انهم حابين انهم يتعلمونها فاقدر اطبق لهم هالموضوع طيب دكتور اخر سؤال انا عندي يعني بالنسبة لعملية انشقاق البطن هاي اللي سميت انشقاق البطن بخطوتين صحي ما نطلع فاصل بعد شوية بس اخر سؤال حسين يعني اكثر شغلة تم للمريض انه انه ما يبين جرح عنده في بطنه او كذا بما انك انت طبيب عمليات تجميل هل هل بيتم في اثر للجرح بالنسبة للمريض احاول قد ما اقدر اخلي الاثر بسيط جدا والخياطة كلها خياطة داخلية في بعض الناس يسمونها خياطة ليزر وفي بعض الناس يسمونها خياطة العروسة اللي هي خياطة داخلية ليش سموها العروسة دكتور لان الخياطة ما تكون مكشوفة ما في خيوط برع والخيوط كلها داخلية والذوب بروحة مع مرور الوقت ممتاز وبعد فترة ممكن نستخدم جلسات الليزر على اساس النخي طيب دكتور مروان الزرعوني استشاري ورئيس قسم التجميل بمستشفى راشد نحن ساعدنا بالحديث معك وساعدنا جدا بهذا الاختراع وأيضا فخورين بوجود طبيب إماراتي قدم مثل هذه الابتكارات العالمية وإن شاء الله نحصل على الاعتمادات العالمية في هذا المجال وكل التوفيق لك دكتور مروان الزرعوني شكرا جزيلا لك شكرا لك مستمعين نحن قبل أن نطلع فاصة خلو نذكركم بسؤال المسابقة سؤال المسابقة يقول متى اعتمد صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله قانون الضمان الصحي بدبي في نوفمبر 2012 أم نوفمبر 2013 أم نوفمبر 2014 نستخدم إجاباتكم على رقم الاسمس 4006 وتابعوا البرنامج يمكن تحصلون الإجابة في اللقاءات القادمة فاصل ونرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة نذكركم بسؤال المسابقة متى اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانون الضمان الصحي بدبي الخيار الأول نوفمبر 2012 أم نوفمبر 2013 أم نوفمبر 2014 يرجى إرسال الإجابات على رقم الاسمس 4006 وغالبا يعني معظم الإجابات تقريبا كلها إجابات صحيحة مستمعين أيضا يمكنكم التداخل معنا عبر البرنامج من خلال الرقم 655 1414 تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الأيام يعني في انتظار هذا الحدث الغالي على قلوبنا اليوم الوطني الرابع والأربعين هذا اليوم الذي نقف فيه جميعا وقفة عز وكبرياء وقفة مجد وشموخ نستلهم فيه العبرة من الاتحاد وروح الاتحاد لنمضي سويا بروح الفريق الواحد لتعزيز مسيرة البناء والإنجاز التي رسمها لنا الآباء والأجداد عبر تاريخ حافل بالإنجازات بهذه المناسبة يشرفني أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلى كافة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود وأبناء شعب الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة سائلنا المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار لنواصل معا مسيرة العز والمجد والريادة تحت ظل قيادتنا الرشيدة حقيقة في هذا اليوم تحتفل العديد من الدوار والمؤسسات المحلية بهذه المناسبة وتنظم الكثير من الأنشطة والفعاليات الوطنية التي تعكس روح الاتحاد هيئة الصحة بدبي بدورها لديها العديد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة ولتسليط الضوء عليها يسرني أن أستضيف معي عبر الهاتف الأستاذة هانا أحمد رئيس قسم الفعاليات بهية الصحة بدبي مرحبا بك هنا وخلينا نتعرف معاك على الأنشطة والفعاليات التي تنظمها هيئة الصحة بهذه المناسبة مرحبا أخينا نسموت طبعا بداية أحب أني أتقدم بأسماء آيات الثهاني والتبريكات في قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا فينا وهيئة الصحة مثل ما تفضلت أخوينا بتحتفل في هذا اليوم من خلال الأنشطة والفعاليات المتنوعة اللي بتعكس الهوية الوطنية وتعبر عن التطورات والإنجازات اللي حققتها دولتنا الحبيبة منذ قيام الاتحاد الأنشطة والفعاليات اللي بتكون إن شاء الله بهيئة الصحة بهذه المناسبة تتنوع بين الفعاليات التراهية والأغاني والأهازيج الوطنية كذلك عندنا المطبخ الشعبي اللي يعرض العديد من الأطباق الشعبية الإماراتية وعندنا معرص للحرافيين اللي بنستعرض فيها الحراف والمهنة القديمة المتعلقة بالموروثة الشعبي مثل الطب القديم إضافة إلى استعراض التطور الصبي لشاسة دولة الإمارات خلال السنوات الماضية جميل جدا جميل يعني ربطوا التراث الطبي في دولة الإمارات بالفعاليات اللي تحتفلون فيها بهذه المناسبة طيب أخت هنا أماكن وجود هذه الفعاليات الاحتفال الرئيسي بيكون إن شاء الله في الإدارة العامة لهيئة الصحة بدبي بينما هناك العديد من الفعاليات الأخرى في كافة المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة اللي تسينت بالعالم الدولة للتعبير عن هذه المناسبة طيب إذن الهيئة تحتفل في كافة مرافقها بمختلف الأقسام ومختلف المراكز الصحية بهذه المناسبة لكن هنا دائما نحن عبر هذا الأسبوع كنا نتحدث عن القرية الصحية للابتكار هل هناك شيء ينتظر زوار هذه القرية بهذه المناسبة؟ نعم أخيز الحمود بتكون عندنا فعاليات بهذه المناسبة في القرية الصحية للابتكار واللي بتبدأ إن شاء الله من اليوم وتستمر إليه اليوم السفر يوميا من الساعة الرابعة وحتى التافع مسائم وتضمع طبعا الأغاني الوطنية والأهازيج والرقصات الشعبية اللي تحكس الهوية الوطنية عنها طيب هنا إذا ما نذكر بس المستمعين على عجالة بالفعاليات الأخرى المتواجدة في قرية الابتكار عندنا في القرية الصحية للابتكار العديد من الفعاليات مثل الشلطات الطبية المجانية المتعلق بالطول والوجن والقياس البقى الدم والكولسترول والسكري هناك استعراض للتطبيقات الذكية للهيئة مثل تطبيق صحتي أطباء جبي وتطبيق طفلي وتطبيق حياتي وغيرها من التطبيقات والخدمات الذكية كما أن هناك برجة الابتكار اللي نستضيف فيها على مدار أسبوع الابتكار نخضى من كبار الشخصيات وأصحاب القرار للحديث عن الابتكار وتعديث ثقافة الابتكار والدعم الحكومي للابتكار ويتم أيضا استضافة أدد من المبتكرين للحديث عن تجاربهم وابتكاراتهم المختلفة لتشجيع الأفراد والزوار على الابتكار وخلقوا نوع من ثقافة الابتكار ممتاز ممتاز أتمنى لكم التوفيق في فعالياتكم المختلفة الأستاذة هنا أحمد رئيس قسم الفعاليات بهية الصحة بدبي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك يعني بالحديث عن الابتكار وبالحديث عن تطبيقات يعني أطلقت هيئة الصحة بدبي مساء أمس خدمة مجتمع إسعاد الافتراضي للضمان الصحي مجتمع إسعاد كفكرة مبتكرة تتماشى مع توجهات الهيئة لتعزيز قنوات التواصل مع أفراد المجتمع وتقديم خدمات متميزة تحقق رضا المتعاملين وتفوق إن شاء الله توقعاتهم هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة من الخدمات الذكية والمبتكرة التي تسعى هيئة الصحة بدبي من خلالها للتركيز على الجانب الوقائي للحد من الأمراض المختلفة والتشجيع على تبني نمط الحياة الصحي للحديث عن هذه الخدمة يسرنا أن نستضيف معنا في الستوديو الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهية الصحة بدبي صباح الخير يا دكتور وأهلا وسهلا بك في برنامج صحة وسعادة يا مرحبا أخوي محمود دكتور في البداية خلنا نتحدث عن خدمة مجتمع سعاد الافتراضي يا ترى ما هي هذه الخدمة وما هي الفئة المستهدفة بالتأكيد في البداية الحقيقة أحب أهني أول شيء قيادة رشيدة وشعبنا الكريم وجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة العيد الوطني الرابع والأربعين دام الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض الخير والأمان دائما إن شاء الله طبعا إسعاد هي منظومة الضمان الصحي في إمارة إدبي والتي تهدف إلى تغطية جميع المواطنين والمقيمين في إمارة إدبي بضمان الصحي المجتمع الافتراضي التفاعلي لإسعاد هو طبعا بوابة إلكترونية توفر العديد من الخدمات الذكية والتفاعلية للمستفيدين من خدمات الضمان الصحي في إمارة إدبي أي جميع أفراد المجتمع في الإمارة هذه الحقيقة بوابة ذكية تعمل على توفير العديد من الخدمات في المرحلة الأولى لإطلاق البوابة ستطلق البوابة ما يسمى بالسوق الصحي والسوق الصحي هذا عبارة عن خدمة ممكن من خلالها الأفراد يدخلون على الموقع ويكتشفون الباقات المتوفرة لشركات التأمين المسجلة حاليا في المنظومة ممكن يختار باقة ممكن يتعرف على مقدمي الخدمات المتوفرين في الباقة في خواص للبحث عن الباقات التأمينية عن شركات التأمين وكذلك عن مقدمي الخدمات الصحية في إمارة إدبي والمعتمدين من قبل الهيئة والمرخصين من قبل منظومة الضمان الصحي في الإبارة يمكن أهم مميزات البواب الإلكترونية هي عملية تحفيز السلوك الإيجابي لدى المستفيدين من خدمات الضمان الصحي في إمارة دبي عن طريق أنماط السلوك اليوم الذي يقوم به الأفراد في أنماط سلوك رئيسية وجوانب أساسية من الحياة نقوم بها كلنا في كل يوم مثل الغذاء اللياقة البدنية المعرفة كلنا نقرأ كلنا نتسوق كلنا كذلك نستفيد من خدمات الرعاية الصحية في أماكن مختلفة وبأشكال مختلفة جميع الجوانب هاي أي سلوك إيجابي يرصد من خلال البوابة الذكية اللي عن طريق الشركاء رح تبدأ تسجل المعلومات هاي وتحول السلوك الإيجابي هذا إلى نقاط النقاط هاي تجمع ومن ثم لما يوصل الشخص إلى عدد معين من النقاط يحصل على فاوتشرز أو قسائم تأهله لسلوك إيجابي آخر على سبيل المثال إذا أكلت أكل صحي تحصل على مجموعة من النقاط لما تجمع عدد معين من النقاط ممكن تحصل على خصم للانضمام إلى أحد الأندية الرياضية متاز وبالتالي احنا نرصد السلوك الإيجابي ونشجع عليه بحوافز للسلوك إيجابي آخر من خلال البوابة الذكية طبعا رح يكون في عدد كبير جدا من الشركاء في المنظومة هاي مجموعة من المطاعم الأندية الرياضية جميع الجهات سواء المحلات المراكز الترفيهية المراكز التسويقية اللي رح تكون شريكة معانا في البوابة هاي ورح ترصد السلوك الإيجابي للأفراد وتحولها إلى نقاط ومن ثم تحولها إلى قسائم وإلى آليات يستفيد منها الأفراد بشكل أفضل وبالتالي تصبح عملية تحفيز السلوك الإيجابي وعملية تفاعل الأفراد مع المنظومة الصحية ألطف بكثير لأن اليوم يمكن احنا كأطباء من أكبر التحديات اللي تواجهنا كيفية جعل المريض شريك في عملية اتخاذ القرار كيف المريض يبدأ يكتشف أكثر الاحتياجات الصحية يتعرف على الاحتياجات الصحية ويتفاعل مع المنظومة الصحية بشكل إيجابي فعملية إشراك المريض أو المستفيدة بشكل عام حتى مش شرط أن يكون مريض في عملية اتخاذ القرار وجعله شريك في المنظومة الصحية والعملية الصحية مطلب أساسي نشوف أن الخدمة هاي رح تكون من الخدمات اللي فعلا راح تسهل عملية تفاعل الأشخاص بشكل إيجابي مع المنظومة الصحية وفي نفس الوقت تحفيز وتشجيع نمط الحياة السليم والسلوك الصحي والإيجابي إن شاء الله ما شاء الله عليك دكتور يعني جوابت على كل الأسئلة تباسك إياها لا بس عموما أنا عندي مجموعة السفسارات حول هذه المبادرة لكن بتواصل معاك في الحديث بعد ما أتوقف مع فاصل قصير لكن قبل الفاصل إحسين خلنا نذكر بسؤال المسابقة متى اعتمد صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قانون الضمان الصحي بدبي نوفمبر 2012 نوفمبر 2013 نوفمبر 2014 رسلوا إجاباتكم على أربعة صفر صفر ستة وأي حد عنده أي استفسار عن منظومة التأمين الصحي في إمارة دبي ممكنكم تداخلون معنا على الرقم أسعد الله ووقاتكم مستمعين الأكارم بكل خير وأهلا وسهلا بكم فيما تبقى من البرنامج الذي تقدم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي على الخصوص صحة وسعادة كنا قبل الفاصل قد توقفنا للحديث عن بعض الجوانب المتعلقة بخدمة مجتمع اسعاد الافتراضي مع ضيفنا في الستوديو دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهاية الصحة بدبي لكن دكتور خلنا نذكرهم بما أن السؤال المسابقة نتحدث فيه عن الضمان الصحي يا ترى متى تم أو متى اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله قانون الضمان الصحي بدبي الخيار الأول نوفمبر 2012 الخيار الثاني نوفمبر 2013 أم في نوفمبر 2014 أعتقد فيما هو القادم في هذا الحوار يمكن المستمعين يحصلون الإجابة الصحيحة ومعظم الإجابات حقيقة هي إجابات صحيحة أيضا لمداخلاتكم المستمعين يمكنكم تواصل معنا على الرقم 600551414 طيب دكتور يعني خلنا بشكل مختصر نعيد يعني على المستمعين فكرة مجتمع سعاد الافتراضي المستمعين اللي انضموا لنا على السمعة الحين باختصار الفكرة هي شو؟ باختصار طبعا الفكرة هي عبارة عن بوابة إلكترونية تفاعلية توفر العديد من الخدمات وعملية تحفيز السلوك الإيجابي للمستفيدين من خدمات الضمان الصحي في إمارة دبي طبعا توفر لهم خدمات الباحث وخدمات الاطلاع على باقات التأمين المختلفة وربطها بمقدمي الخدمات الصحية وكذلك عملية تحفيز السلوك الإيجابي من خلال رصد السلوك هذا ومن ثم مكافأته بعدد من النقاط يمكن استخدامها كقسائم للحصول على أو لممارسة سلوك إيجابي آخر كذلك وبالتالي عملية تفاعل الأفراد مع المنظومة الصحية بالإمارة بشكل إيجابي طيب دكتور أنت ذكرت أن المسألة هي إلكترونية فهل هناك موقع إلكتروني ممكن من خلاله يتواصلون؟ بالتأكيد طبعا البوابة من خلال www.community.isad.ae www.isad.ae هي بوابة منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي ممكن الأشخاص يدخلون عليه ويأخذون كل المعلومات المختلفة عن منظومة الضمان الصحي في الإمارة هي www.isad.ae إسعاد وإذا ضفنا عليها community قبل إسعاد تدخل على البوابة بشكل مباشر اللي هو على الجزء المجتمعي من البوابة ليوفر خدمات البوابة طيب إذا دخلوا على موقع الهيئة www.dha.gov.ae في لنك كذلك من موقع الهيئة ممكن يوصلون للمبادرة طيب دكتور يعني مراحل هذه المبادرة؟ المرحلة الأولى اللي هو أطلاق السوق الصحي وهذا تم البارحة من قبل معالي حميد القطامي رئيس مجلس إزارة هيئة الصحة وكذلك شاركنا في الأطلاق سعادة عبدالله الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي بإمارة دبي والسوق الصحي تم أطلاقه كمرحلة أولى المرحلة الثانية وإن شاء الله تعالى هي في الربع الأول من 2016 وهي عملية السلوك والحصول على النقاط لسلوك الإيجابي مع الشركاء حاليا نحن اليوم بدأنا نسجل مجموعة كبيرة من الشركاء مثل ما ذكرت سواء المطاعم المحلات التجارية المراكز التسويقية المراكز الرياضية جميعها قاعدة تنضم للبرنامج بحيث أن يكونون شركاء في عملية تسجيل النقاط ومن ثم عملية إعطاء القسائم والحوافز للسلوك الإيجابي نعم إذن دكتور نحن نتمنى لكم التوفيق في هذه الخدمة لكن بما أنك موجود من استغل الفرصة للحديث عن مشروع الضمان الصحي في دبي يا ترى إلى أين وصل هذا المشروع نعم طبعا تطبيق منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي يتم على ثلاثة مراحل كانت المرحلة الأولى وبعد اعتماد القانون الحقيقة لا أعتماد تاريخ اعتماد القانون حتى نساعدهم اعتماد صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم قانون وضمان الصحي في إمارة دبي في نوفمبر 2013 كانت المرحلة الأولى هو عبارة عن نهاية 2014 واللي ألزم من خلالها الشركات اللي لديها أكثر من ألف موظف بتوفير الضمان الصحي لجميع موظفي هذه الشركات ومن ثم المرحلة الثانية كانت هي نهاية شهر 7 2015 وفي المرحلة الثانية تم إدراج كذلك الشركات اللي يزيد عدد الموظفين فيها عن 100 موظف تحت منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي المرحلة الثالثة هي منتصف 2016 وبحلول 2016 إن شاء الله تعالى يتم تغطية جميع المقيمين في إمارة دبي بالضمان الصحي شاملا الشركات الصغيرة اللي عدد موظفيها أقل من 100 موظف أفراد أسرة المقيم الموجود في الإمارة كذلك أعمالة المنازل سواء الخدم أو غيرهم جميع أفراد المجتمع في الإمارة راح يتم تغطيتهم بضمان الصحي بحلول المرحلة الثالثة عند اعتماد القانون كان نسبة المؤمن عليهم في إمارة دبي حوالي 28% من السكان وكانت أغلب الباقات هاي عبارة عن باقات اختيارية يوفرها صاحب العمل أو يستجريها الشخص بنفسه وصلنا اليوم إلى أكثر قرابة 75% من السكان تم تغطيتهم بضمان الصحي وهاي على جميع فئات المجتمع يعني الباقات السابقة كانت فقط مثلا الشركات توفرها للمدراء للموظفين اللي هم يمكن على مستوى أعلى وبالتالي هم محتاجين يوفروا لهم تأمين الصحي لعملية الجذب لكن الحين تم وضع كل القواعد المتعلقة بضمان الصحي والأشخاص اللي هم 75% جميع فئات المجتمع سواء عمالة سماعا جميع أفراد المجتمع بجميع فئات الدخل المختلفة تم تغطيتهم بضمان الصحي حسب حجم الشركة وليس حسب يمكن فئة الدخل للموظف وبالتالي المرحلة الأخيرة إن شاء الله تعالى وبمنتصف العام 2016 نتوقع تغطية جميع أفراد المجتمع بضمان الصحي فهاي هي الحقيقة المراحل الرئيسية لتوفير ضمان الصحي طبعا هاي نتكلم عن فئة المقيمين لكن بالنسبة للمواطنين في مجموعة كثيرة من المواطنين كانت مغطاة من خلال برامج حكومية مختلفة مثل برنامج عناية وغيرها باعتبار وجودهم كموظفين في الجهات الحكومية المختلفة ومن ثم تم أطلاق برنامج سعادة من صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم في بداية شهر 6-2015 لتغطية باجي المواطنين في الإمارة اللي ما كانوا مشمولين بالضمان الصحي من خلال جهة عملهم أو من خلال أي برنامج حكومي آخر وتيح لهم الحصول على الضمان الصحي من خلال برنامج سعادة كذلك سعادة شوي بتكلم عننا بالتفصيل دكتور إذا أسعفنا الوقت ما شاء الله عليك تعطيني كل المعلومات وما تفتح لي بجال الأسنة حاطرين طبع لكن أنا التأمين دائما فيه يعني عند الجمهور يعني فيه كثير من الملاحظات على مسائل التأمين يا ترى هني هذا السؤال يقودين إلى الدور الرقابي للهيئة يا ترى ما هو الدور الرقابي للهيئة على شركات التأمين وكيف يتم تقديم الشكاوى المتعلقة بالضمان الصحي طبعا عند اعتماد القانون في نهاية 2013 سوق التأمين الصحي في إمارة تدبي كان سوق غير منظم باعتبرنا ما كان فيه جهة رقابية مسؤولة عن تنظيم الضمان الصحي في الإمارة جاء دور الهيئة جهة رقابية بدينة بعمليات ترخيص شركات التأمين ترخيص شركات إدارة المطالبات التأمينية ترخيص وسطاء التأمين ترخيص مقدمي الخدمات الصحية كذلك لتقديم خدماتهم لشركات التأمين الصحي وللأفراد المؤمن عليهم الصحيين جميع الضوابط الترخيصية وضعت ومن ثم روعية فيها عملية زيادة الجودة كيف الشركات تنظر إلى عملية الشكاوي على سبيل المثال كل شكوى يتصل بها المؤمن عليه لشركة التأمين لازم تخضع لآلية معينة من المتابعة والمراقبة وعملية الإدراج ومن ثم عملية التبليغ للهيئة في حال أن شركات التأمين ما أوفت بالتزاماتها بشكل صحيح لهيئة كذلك لها قناة للتواصل القناة هذه الحقيقة ممكن من خلالها الأفراد أنهم يقدمون شكاويهم ملاحظاتهم حتى الثناء يعني حتى لو كانت عندهم ملاحظات إيجابية على شركة من شركات التأمين أو برامج من البرامج المختلفة ممكن كذلك في نفس الوقت يوصلون المعلومة هاي لأن جميع المعلومات هاي تجمع ومن ثم تدخل في عملية إعادة تراخيص شركات التأمين هاي للسنة القادمة وإذا فيه كان احتياج لأي خطوات أكثر سرعة تأخذ كذلك تأقذ يعني اليوم شخص مثلا من حسب البوليصة هو مغطى لخدمة معينة في مستشفى معين راح يحصل على الخدمة هاي الشركة التأمين رفضت أن تغطيها مباشرة يقدر يتواصل معنا من خلال الموقع الإلكتروني اللي هو آي بروميس مجرد يدخل على جوجل سيرت ويحط آي بروميس آي بي آر أو أم إي أس على طول يظهر له لأنه بري بوبيلر ما شاء الله البواب فعلى طول يطلع على الموقع الإلكتروني اللي إدارة ضمان الصحي يحط من خلالها تفاصيل الباقة وفي خلال يعني 24 ساعة يتواصلون مع الموظفين من عندنا وتنحل المشكلة مباشرة إذا كان الالتزام على شركة التأمين ورفضت شركة التأمين الالتزام بهذه الخدمة أو تغطية الخدمة مباشرة يطلب منها وتقوم بتغطية الخدمة نعم دكتور نحن نستقبل بعض الاتصالات من الجمهور لأن الموضوع يعنيه بشكل مباشر أعتقد معانا أبو أحمد على الهوى أبو أحمد فضل السلام عليكم السلام رحمة الله السلام عليكم شكرا للإزاع وشكرا للبرنامج صحي معاك أبو محمد عصمت أبو محمد نعم أنا أول شي أحب أوضح أني أنا وافد مواطن موظف بشركة فعندي تأمين صحي من الشركة لنفسي أنا بس يعني أفراد أسرتي اللي هم زوجتي وعيالي ما عندهم تأمين صحي حقيقة أنا عاني يعني كلهم مرة مرة بر العيال يمرضوا وعاني كلما أذهب للمستشيات يعني واضح واضح فسألت إذا يعني إذا ممكن أنا أدفع في شركة أنا أدفع الفلوس عليها وتعطيني ضمان صحيح حقه أنت في دبيب أبو محمد ها؟ إي أنا أنا في دبي أشتغل يعني بدون ذكاء أنا أشتغل في المطار دبيب ممتاز ممتاز طيب أنت ذكرت ماشاء الله طيب أبو محمد سؤالك واضح إن شاء الله حين بيجاوبك الدكتور شكرا أبو محمد شكرا جزيلا شكرا جزيلا طيب دكتور أعتقد السؤال واضح طبعا الالتزام القانوني على صاحب العمل هو تأمين الموظف نفسه التزام القانوني بالنسبة لأفراد أسرة الموظف على الموظف اللي تضمن هيئة الصحة في دبي من خلال منظومة الضمان الصحي هو وجود باقات منافسة الأسعار ممكن من خلال هالموظف حتى لو كان دخله بسيط أنه يحصل على باقة مناسبة لأفراد أسرته تبدأ أسعار الباقات في إمارة دبي اليوم من حوالي 615 درام بالنسبة لأفراد الأسرة ممكن شخص يشتري باقة تأمينية لمدة سنة لأفراد أسرته تبدأ من حوالي 700 إلى 800 درهم والباقات هذه متوفرة لدى شركات التأمين المرخصة في إمارة دبي وتغطي كل الاحتياجات الأساسية للشخص بحيث أنه ما يضطر أنه يأخذ المبالغ من معكلة من ملبسة من احتياجات الأساسية ويدفعها إلى الصحة والباقات هذه اليوم متوفرة عند 45 شركة تأمين مرخصة من قبل هيئة الصحة في دبي نعم دكتور نستقبل بعد اتصال من محمد فواز تفاضل أخي محمد أهل والسلام عليكم أي وعليكم السلام يا أهلا الله يعطيكم العافية يا رب وإن شاء الله عياتكم وأنا كدوم آمين يا رب تفاضل محمد طويل العمر أنا عندي مداخلة ما بعرف أذا بتخص موضوع البرنامج بس بعتقد موضوع عام بيخص الناس كلها تفاضل يا سيدي أنا مقيم بهالدولة من عشر سنوين نعم بسنة الألف ما عش عانيت بعض الآلام وصرت لعمل عملية ديسك مه طبعا ما عندي تأمين صحي دفعت من جيبي يعني نعم اتعرضت لغلط طبي من عملية جراحية بأحد المشافي الخاصة بدبي نعم وأول عملية من بعد من بعض الغلط يعني اضطريت أني أعمل أربع عمليات جراحية أخرى زرع براغي بعمودي الفقري هلا أنا بحكم مهنتي اللي بتطلّر القوة والطاقة الجسدية طبعا الله يعزك مدرب كلاب أنا فأت عملي وفأت شغلي وفأت حياتي هلا صار في قضية بيني وبعد انتظار ثلاث سنين الحمد لله حصلت على تقرير من هيئة الصحة ووزارة الصحة أثبتوا فيه الغلط الطب نعم هلا أنا بس اقتراحي أنه موضوع وزارة الصحة يكون مرتبط بالمحاكم يعني أنا يوم الأرضي بيحكم لي بتعويض هذا التعويض أنا لا يكفيني لعلاج يزيائي لمدة سنتين نعم طب أنا كيف حياتي حياتي اللي خسرتها حياتي اللي بدي عيشها معمليات المستقبلية آآ يعني حياتي كلها خربت وهذا أنا التعويض اللي حكم لي يا القاضي آآ ما هو مكسب لإلي أنا أتمنى كون عندي عشر أضعافه وارجع مارس حياتي الطبيعية بشكل طبيعي ما أني يقولوا عني إنسان معاوض صحي صحي فأنا أقصي راحي الوحيد إنه وذات الصحة تكون برتبطة مع المحاكم بموضوع الأضرار الصحية أو الأغلاط الطبية بحيث إنه التعويض يعوض هالإنسان هات الشي اللي فاته والشي اللي محتاج لإله مستقبلا صحي ما هو يكون تعويض يعمل فيه مصلحة أو يقدر يختفيد منه ماديا لأنه هي بالنهاية الصحة بتسوى كل فلوس الدنيا نحن نتمنى لك محمد فواز يعني دوام الصحة والعافية والداخلتك واضحة وأيضا دكتور تبغيني أرد ولا بترد أنت يمكن باختصار وبسرعة لأنه يمكن الموضوع بعيد شوي عن موضوعنا طبعا عملية أول شيء توفير التقطية التأمينية هذه كانت مش متوفرة والحين راح تتوفر لجميع أفراد المجتمع فهذه البداية ثانيا اليوم وجود كل الإجراءات الرقابية من قبل الهيئة سواء من إدارة التمويل الصحي أو الإخوان في إدارة التنظيم الصحي تنظر إلى العديد من الأمور هاي وتهدف إلى أن القضايا هاي ما تحتاج أنها توصل للمحكمة أنها تحل بشكل مبكر أكثر بحيث أن حتى لو كان في خطأ من المستشفى فشركة التأمين ما تدفع جيمة العلاج المستشفى يدفع وفي لجنة طبية تقرر الموضوعها وتنظر له بالنسبة للتعويضة في النهاية يذهب إلى المحكمة ومثل ما تفضل الأخ المحكمة تطلب تقرير عن نسبة الإعاقة ونسبة الضرر من الجهات الصحية وفي النهاية المحكمة هي الجهة الوحيدة المخولة بعملية تقرير كمية الضرر تقييم الضرر وبالتالي التعويض المادي عن الضرر هذا لكن دائما القوانين والعمليات هاي في تطوير مستور وفي كثير من الرابط والتنسيق مع الأخوان في المحاكم بها الخصوص ممتاز في عندنا اتصالات ثانية طيب دكتور نحن توقفنا عن الشكاوى المتعلقة بالضمان الصحية وأعتقد من خلال الاتصالات أيضا نحن طرحنا بعض المواضيع لكن أنت ذكرت على موقع دكتور هل هناك خط ساخن ممكن واحد يتصل من خلاله بشكل مباشر نعم هو ممكن الاتصال على الكول سنتر تابع لهيئة الصحية في دبي وهم كذلك راح ياخذون البيانات أو يحولون الشخص للموقع اللي هم 800-342 800-DHA نعم الحقيقة مهم عملية التسديل من خلال الموقع لأنه يضع الشخص بيانات الباقة التأمينية نعم يعني رقم البوليسة وبيانات شركة التأمين لأن هذه البيانات مهمة جدا بالنسبة لنا في متابعة الحالة وبالتالي الحل الإلكتروني هو الحل الأسرع والأفضل لكن إذا كان في حد مثلا يعني كبير في السن أو كذا يتواصل مع موقع الهيئة مع الكول سنتر للهيئة وهم يقومون بوضع الكمبلين هذا له الحقيقة نقطة مهمة جدا ونسبة غير صغيرة من الشكاوي اللي تردنا ترد نتيجة يعني يمكن ضعف علم الشخص بالباقة التأمينية يعني هو يتخيل أن التأمين هذا عبارة عن تغطية كاملة لكل شيء موجود أحيانا الباقات فيها تفاصيل معينة مهم جدا أن الشخص يطلع على البوليسة نعم يعرف حقوقه واجباته التزامات شو اللي ليه وشو اللي عليه وشو شبكة الخدمات اللي هو مغطى فيها لأي نوعية من الخدمات طيب دكتور أنا الوقت أدركني وحسين يعني واقف على رأسي يقول لي خلص بس باختصار دكتور الفرق ما بين سعادة وإسعاد نعم إسعاد هو الاسم الذي أطلق على منظوم التضمان الصحي في إمارة تدبي والتي تهدف إلى إسعاد أفراد المجتمع وجاه الحقيقة من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد مراش المكتوم في أن الهدف من النظام الصحي هو إسعاد المجتمع وتوفير السعادة لأفراد المجتمع باقة تأمينية خاصة بالمواطنين في إمارة تدبي توفر ضمان الصحي للمواطنين اللي ليس لديهم تأمين من جهة عملهم طيب دكتور نختار أتقد إذا بتعلن لنا اسم الفائز معانا اليوم في الحلقة بما أن السؤال الخاص بالضمان الصحي نعم والفائز في سؤال الضمان الصحي الأخ فيصل علي محمد الأخ فيصل علي محمد هو الذي فاز بالإجابة الصحيحة وهي مثل ما ذكرنا نوفمبر 2013 إذن ألف مبروك لفيصل علي محمد يمكنك السلام يعني جائزك للجماعة بعد البرنامج بيتواصلون معاك إن شاء الله في مبنى الإدارة العامة بهاية الصحة بدبي وأيضا هذه الدعوة لكم مستمعين للتوجه إلى مبنى الإدارة العامة لمشاركتنا احتفالاتنا باليوم الوطني الرابع والأربعين إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم كان معنا في بداية الحلقة دكتور مروان الزرعوني والآن دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهاية الصحة بدبي نحن شاكرين لك هذا التواجد دكتور وإن شاء الله تكون لنا لقاءات قادمة حاضرين يا مرحبا إذن مستمعين يعني هذه آخر حلقة في أسبوع الابتكار ما نلقاكم إن شاء الله في الحلقات القادمة ومواضيع مختلفة ما نناقشها معاكم تكون خاصة بالقطاع الصحي في إمارة دبي في الختام تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف ومن الإخراج حسين الأنصاري وكل التحية من قبل فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي ونلقاكم إن شاء الله في مناسبات قادمة وإلى اللقاء صحة وسعادة برعاية هيئة الصحة بدبي